موسيقى جميع مواد البناء ودرنا واحد جمعية أسسناها وأنا من خارط فيها هذه هي الجمعية وهذه هي البطاقة الانخراط ومخلص الانخراط ديالي ولكن في الأول الجمعية كانت غادية أخدامها جيدا تقريبا كنا كنا كاملين لم يكن لدينا تجربة في العمل الجمعوي ولكن في الأخرى أخذت واحد المصار يعني ما شيء هو هداك صباح بصيفة عامة صباح لامين والمهنة والرئيس تأمرونها بشيء مسائل من وجهة نظري كتب لي أنها مخالف القانون مخالف الدين مخالف الأعراف السليمة تقول لي مثلا الرئيس والمهن والجمعية وهذا الشيء في الهاتف ديالهم تأمر الكورتي والكورتي كي أمر نحن باش نمشي ونهاجموا مثلا كمينات خاصة خاصة صاحب الشاحنات الرحمنا اللي تيجيبوا تيجيبوا الرمل الحمراء فأنا من اللي ما نفتش هاد الأمور هادي الجمعية وخاصة الرئيس ولمين ولو كي يحسبوني إنسان خائن وإنسان منافق وإنسان ما كان ما كان ناضلش من أجل الحقوق ديال الجمعية أنا ما عرفتش أشنا هي هاد الحقوق اللي بغونا نحقه نحن ناس خدامين بخير وعلى خير ولكن تيقول لي كسير خصك تهاجم هادوك صاحب الشاحنات ديال رحمنا واضربهم واشتمهم ومزق ليهم الممتلكة ديالهم واشتتليهم الرملاء ديالهم أنا هاد شي ما كان أمنش به ما نفتوش باش يتخلصوا مني واحد الموقف عدائي باش يتخلصوا مني واحد المرة باختصار حرشوا علي الكورتي وتخاصم تنوياه وتضرب تنوياه وحكم علي المين والجمعية باش نعطيهم أربعة لف ذرهم خطية غارامة وحبسوني على الخدمة وعطيناها مش مشكل ولكن عودتاني مرة أخرى ما بدون إشعار عودتاني قلك حكموا عليها باش باش نعطي في واحد الحكم ديالهم واحد القرار باش نعطي باش نعطي عشرين ألف ريال ألف درهم هاد ألف درهم خارج القانون ديال الجمعية القانون الداخلي أنا ما ما كرتكبش مخالفات مع عمري ما بارتكب أي مخالفة احنا عدنا فعلا قانون داخلي زجري ولكن في السارقة مليه إلا سرقتي الخوك الميهن الاخر شي فاياج ولا شي حاجة ديتي شي حاجة ما شي ديالك وتبتت عليك الحجة كتخلص في المرحلة اللي ولم يتين درهم هاد الناس أنا مع عمري ما بارتكب أي مخالفة وحاضي راسي ومستاقم وكن نطبق القانون ومخلص الانخيرات ومخلص النقابة كنخلص الكورتي الرئيس ولمين حكموا عليها بألف درهم ها هو ذاك نسخة نسخة من القرار ديالهم ولا من الحكم ديالهم السبب فيها كيقولوهما السبب هو السبب والشتم والستيزة فقلت ليهما أنا إلا سبيتكم ولا إلا اشتمتكم ولا شي حاجة بغيتكم تشكيون القاضي تمشيون المحكمة تشكيوا بياه والمحكمة غير تعطيكم حقكم مش الإنسان هو اللي يكتب هو اللي يشهد هو اللي يحكمه هذه على الأقل محاكمة غير عادلة حتى قاع هو الإنسان ما منحقه وش يحكم عليها أنا القانون الداخلي كاين ولكن باش يولي السبب الشتم كان ضمننا هذه الأمور من اختصاص القاضاء والمظلوم را غادي ياخد حقه كذلك المسألة خلاصة أصرح بها الرئيس أمام جهات مسؤولة ومختصة بأنه أنا الوحيد كيقول الرئيس دي الجمعية بأنه أنا الوحيد اللي عدي معاه مشاكيل أو عدي معاه الجمعية مشاكيل أو لا تندير ليهم مشاكيل كنقول للرئيس بأنه هاد الشكاية هادي مقدمينها 12 واحد نهار 30 في شهر خمسة 30 خمسة 2018 وفيها 12 واحد كتشكي ناهيك على الرحامنا اللي كيتعرضوا المعاملات قاسية واللا إنسانية يعني القانون دي الجمعية والقانون دي اللامين والقانون دي الرئيس كيمنع على الرحامنا منعا كل ينبش يدخلوا للسوق يبيعوا ويشريوا في الرملاق وكيمنع عليهم الوقوف أو التوقوف داخل المدينة والقانون دي اللامين ودي الرئيس تيفرض علينا لا كلام ولا سلام مع الرحامنا وهذا شيء كله مخالف للدين ومخالف الوطن دينا ومخالف الأهداف دينا اللي بغينا نوصلوا لها في المستقبل تكون أهداف نبيلة وإنسانية ونتقدموا ونصدى أهروق ومشينا الجلسة اللولة مع السيد الباشا والسيد الجودان والشيخ والمقدم وشكيت ليهم وحكموا علينا وصالحونا باش نرجع نخدم وما نعطيهم له عشرين الف لتشي حاجة ويعوضوا ليهم السيد الباشا في الجلسة اللولة حكم لي الصالح ديالي باش يعطيني باش هما يعطيوني التعويض وقلت لي سعادة الباشا انا اليوم ما مرتاحش وانا في وحد الحالة يعني مكرفص بيت نرتاح غدا ماشي نخدم وناخد تعويض ديالي من اللي رجعت الموقف في الغد في الصباح الباكير تلقى لي يا لامين وتلقى لي الرئيس والأعضاء ديال الجمعياء وقالوا للكورتي بان هذا الإنسان ضرب عليهم من الخدمة ما يخدمش ما يستفد وكيقول لامين بالحرف الواحد قال لي يا بليمين وما أعطيتي العشرين الف باش حكمنا عليك ما تخدم وخه ديالك الكاميو يقلس تمام عشرين عام ولا مئة عام والرئيس ديال الجمعياء تيقول لي يا بالحرف الواحد هذي الحكم باش حكمنا عليك ساري المفعول وسيبقى ساري المفعول وخه تمشي عد رئيس النيابة العامة في الرباط هذي الكلام أنا قلته وصرحت به عند جيهات مسؤولة ومختصة وانا ما انتراجح عليه وخه موت هذي هي الحقيقة أنا ذبا قانونيا كنشكي بالتعويض على أساس نقد الصلح هذي الرسومات أنا حين تمون خارط في الجمعياء وكان عرفها حقيقة المعريفة وانا مشتكي ومون خارط وشاهد عيان ومن أهليها يعني حاضر يوم التأسيس انها متأساتش على ما يرضي الله تأسات على أفكار عدوانية أنا حاضر لهذا شيء وأنا مسؤول أمام الله ومسؤول أمام القانون وحاضر شفوي الناس اللي جابوا لنا الفكرة ديال الجمعية جابوا لنا فكرة عوجة قال ليك احنا قد نأسوا هذي الجمعية ضد الإخوان المهنيين أرحامنا باش إما نحدهم من الفاعلية ديالهم وإما نهيهم ونقصيهم نهائيا من العطوية إذن هذا هذة تصويرها هذي تعبر لنا على يوم التأسيس ومثلا هذة الصورة هذي وقعت أمام البلد القديمة ديال العطوية أن شيء ناس من هذة الجمعية هذي كي يجيوا ويهاجموا الناس الأخرين ديال الرحامنا وقطعوا ليهم الخيوط ديال الضو ديالهم وقطعوا ليهم الخيوط ديال البرد وقطعوا ليهم ديال البيتش ديالهم وقطعوا ليهم تيو ديال المزوط مثلا هذة الصورة هذي أنا كنعبر فيها وكنمشي للمحكمة كنمشي إلى محكمة الاختصاص ومحكمة الشغل وهذي كذلك حالة خراق وهذي واحد الحالة رواصلة للمحكمة خاصة هذي هذة الصورة هذي واصلة للمحكمة وعدها عدها موليها اللي في المحكمة ديالهم وهذي هي الخروقات العامة وهذا هو القانون وهذا هو اللي كيسميه للمينو الرئيس كيسميوها كيسميوها هذك النضال النضال اشنا هو عدهم هو تمشي كتهاجم ناس خرعين وكتعدى عليهم هذة هو النضال اللي أنا ما كان أمنش به وهذا كنحسبونا جهل واعتداء وظلم وعدوان على المنخارطين لا ديال العطاوية ولا ديال الرحامنا